إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل العدد هذا يزاد عليه أو لا يزاد عليه؟ نعم، ننظر إذا وجدنا في نصوص الكتاب والسنة الأخر ما يزيد على هذا العدد صار العدد غير محدد وإن لم نجد صار العدد محدد لا يزاد عليه؟ نعم، نعم مثاله أركان الإسلام الخمسة بحثنا في نصوص الكتاب والسنة وجدنا أنه لا يزاد عليها إذن محددة بخمسة أركان فقط أركان الإيمان الستة محددة أبواب الجنة نعم، محددة طيب العشر المبشرين بالجنة نعم هل هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غيرها أهلاء العشر؟ نعم إذن هذا العدد غير محدد بعشرة طيب لماذا؟ العدد هنا غير محدد بعشرة بشرين بالجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عشر لماذا ذكرها؟ نعم هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أراد من الصحابة في هذا المجلس أن يحفظوا عشر مبشرين حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة من المجلس يقول من ذكرهم اليوم عشر فلانه 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 هكذا مفهوم؟ هذا من حسن التعليم مثل نقول لك اليوم احفظ الآن في هذا الدرس ثلاث فوائد نعم تمام وسار الشيخ المؤلف على هذا الطريق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الأربع الأصول الستة نواقض الإسلام العشرة نعم لكن الأصول الثلاثة أسألة القبر محددة نعم نواقض الإسلام العشرة غير محددة أكثر تمام نعم